الموفود من قبل الأمم المتحدة دعا لقاءات أو استشارات بجنيف بستة الشهر القادم أيلول سبتمبر بين الأطراف اليمنيين من جهة الحوثيين وحلفاء ومن جهة حكومة الرئيس هادي وحلفاء وعمليا هي مجموعة استشارات مهمة كتير بس منا مفاوضات يمكن هي محاولة لاستبيان المواقف الوضع باليمني اليوم يعني يتمحور حول مرفق ومدينة حديدة القوات اللي تابعة لحكومة الرئيس الهادي أخذت المطار بس كانت يمكن متأملة أنه يكون أخذ الحديدة أسهل وأسرع شي لم يحصل إذن فيه نوع من وقفه بالحديدة يمكن البعض بيعتقد أنه هذا بشكل ضغط على الحوثيين أنه ويشجع باتجاه التفاوض إذن لقاء مهم بجنيف الموفود جريفث موفود قادر برأيه ولكن ما بيعتقد نحن أمام خرق بالموضوع اليمني لابد كمان وبد يكون في تعاون إقليمي ودولي لتشجيع الأطراف على إيقاف الحرب والدخول في حل سياسي أيضا في دعوة من ستيفان ديماستورا موفود حول الموضوع السوري من أبل الأمم المتحدة أيضا للقاءات استشارية بجنيف حول الموضوع السوري كمان هذه من مفاوضات وهي لقاءات مع الدول مش مع الأفريقاء السوريين يعني لقاء مع إيران تركيا وروسيا من جهة ولقاءات مع ألمانيا فرنسا ومصر السعودية والأردن من جهة أخرى محاولة من الموفد ديماستورا أنه كمان يستبين مواقف الدول الولايات المتحدة بعتقد عم تشكل فريق عمل من أجل يعني وجود يعني أو إيجاد حل سياسي والتفاوض مع روسيا حول الموضوع السوري في زخم شوية من وليد المتحدة بهالاتجاه ولكن يمكن يعني النتيجة الأساسية هو تشجيع على صياغ الدستور أو مفاوضات حول دستور سوري جديد علما أن الدستور بسوريا ما كتير عم يأثر على الواقع السياسي ويمكن تفاوض روسيا أميركي حول ما بعد إدليب وشو بد يصير بالمنطقة الشمالية الشرقية من سوريا هو البرلمان العراقي بدي يعقد أول اجتماع لأله الأسبوع القادم بعد الانتخابات ينتخب مبدعيا رئيس مجلس ويشكل لجين والمفاوضات السياسية لتشكيل الحكومة وهو الأمر المهم لا تزال نوعا ما عالقة علما أنه يمكن عم يصير بعض التقدم تبين تحالف معين من القاضي مقتد الصدر حيدر العبادي عمار الحكيم وإياد العلاوي هذا التشكيل قد يكون له الأرجحية بالفترة الحالية ولكن لا يزال يتفاوض مع الحزبين الكرديين الأساسيين الحزب الديمقراطي والحزب الوطني ويمكن الأكراد عندهم يعني بيضة الإبان بموطوع تشكيل الحكومة قد نرى خرق في الأسابيع القادمة لتشكيل الحكومة وقد تكون معلقة هذه الأمور على بعض الخضايا الكردية مثل مستقبل كركوك الاتفاق على توزيع السرو النفطية والمعاشات للبشمرقة اللي هنا القوات الكردية إذا مفاوضات بين إربيل وبغداد ومفاوضات بالصف العربي الشيعي وسني في برداد أيضا